مدبولي يبحث مع مسؤولي المراعي السعودية فرص زيادة استثمارات الشركة بالسوق المصرية قصف نسرالي يستهدف مواقع جنوبي لبنان واتصالات للأمم المتحدة لمنع تصعيد وإعادة الهدوء زالناسكي يصل بلغاريا والكريملين يعتبر الزيارة محاولة لجر دول أخرى إلى الصراع بين موسكو وكياذ الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الثاني عشر بتوقيت جرانيتش نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون النصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من السيدة جورجيا ميلاني رئيسة وزراء إيطاليا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مؤصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى أفاق أرحبا إلى جانب التنصيق وتشاور المكثف حول تطورات مختلف القطايا الإقليمية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية بالإضافة إلى ملف أزمة الغزاء على المستوى الدولي فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنصيق الجهود الدولية في هذا الصدد فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع الشيخ فيصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وعدد من مسؤولي شركة بيتي للصناعات الغذائية وذلك لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية من جانبي أكد شيخ فيصل الهادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي التزام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر كما تمت الإشارة إلى أن شركة بيتي تستهدف خلال العام الجاري الوصول بصدرات الشركة من مصر إلى 35 مليون دولار على أن تزيد هذه المستهدفات إلى 50 مليون دولار خلال العام المقبل بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتا دياس فارفيتوسيس سبلة عزيزي أوصر التعاون وتنسيق المشترك جاء ذلك على همش انعقد المؤتمر البحرية العربية اليونانية الأول المنعقدة باليونان وخلال اللقاء استعرض الفريق ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية كما أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على فتح أفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح وتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شركات مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية وأوضح رئيس الهيئة أن شراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة في اليونانية لتقديم خدمة جمعة وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تكسيدا لتعاون المصرية اليونانية في المجال البحري وإضافة قوية لمنظومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحية لقناة السويس من جانبه أكد وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية أن قناة السويس ستظل أحد المحاورة الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية مشيدا بما تتمطع بها القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها التي تؤهلها للقيام بدورها الحيوية على الوجه الأمثل معربا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس سلطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشار إلى أن العالم شهد زيادة في أعداد النزحين واللاجئين بمقدار 19.1 مليون شخص عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق وبكر المركز أن التقرير الأممي أوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات في مناطق أخرى فضلا عن التدعيات الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى نزوح مزيد من الأشخاص العام الماضي الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء صحة فيديو تدولته بعض مواقع تواصل الاجتماعي يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء وأوضح المركز أنه فور تدول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والأثار ومدرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجود بهذه المنشآة الفندقية وذلك للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها وأكدا أن جميع اللحوم المقدمة بالمنشآة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات كفر الشوبة ومزرعة حلته وأشارت الوكالة إلى سقوط أكثر من 15 قضيفة مدفعية كانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدا من محل البسطرة بين كفر الشوبة والماري في الجنوب وذلك باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل سقوطه في الأراضي اللبنانية تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجيب مقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش وقيادة قوات اليونيفيل هذا ومن المقرر أن يستقبل مقاتي المنصق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوان ورنكا ووفدا من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وخلال اللقاء آخر مع المنصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وانسلاند أكد مقاتي التزام لبنان بالقرارات الدولية وبالخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل أنها على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل لبحث آليات العمل بشكل كامل لمنع مزيد من التصعيد وأضافت اليونيفيل في بين الله أنها لم تتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجار الذي وقع بمنطقة كفر الشوبة في لبنان مرجحة في الوقت ذاته احتمالية وجود عملية إطلاق صاروخي وأشارت اليونيفيل إلى إرسالها جنود حفظ السلام للتحقيق حثل بيت الأبيض إسرائيل على إعادة أعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين بعد تطورات الأخيرة في المخيم بالضفة الغربية المحتلة وقالت كارن جانبيار المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه من الضرورية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى كما يجب اتخاذ تدبير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض واستعادة الخدمات الحيوية مثل كهرباء والماء للسكان المدنيين أدانت رابطة العالم الإسلامي اعتداءة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين والتي تسببت في خفائر جسيمة في الأرواح كما أكدت الرابطة أهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل وإيقاف كل الممارسات التي تقود فرص الحل وتدفع ثمنها الأرواح البريئة مجددا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي المحتلة قال المندوب الدائم لدولة فلسطين نادى الأمم المتحدة رياض منصور إن الوقت قد حان ليتخلى المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة وأن يضع حداً لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون محمية من أي تبعات على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفي ثلاثة الرساء المتطابقة بعث بها مندوب فلسطين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمنة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى منصور كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام مشيراً في هذا الصدد إلى عضوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعت فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين أثنين من جنين واثنين أخرين من رضا الله وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من القدس المحتلة فيما جرى اعتقال اثنين أخرين من الخليل وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسبيع الأخيرة من مداهمتها واقتحامتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين كما زادت من وطيرة اعتقالتها بحق الفلسطينيين أفد جنرال أمريكي طائرات مقاتلة روسية عمدت إلى مضايقة ثلاث مسيارات أمريكية من طراز MQ9 في الأجواء السورية وقال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية ألاكسوس جرينكواتش أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيارات الأمريكية التي أكبرت على اللقو إلى المراوغة فحين قام أحد الطيرين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائراته أمام مسيارة MQ9 وتسبب بالحد من قدرة مشاغلها على الطيران بأمان تجري لقوات الروسية والسورية تدريبات جوية مشتركة في الأراضي السورية تستمر ستة أيام وتتضمن التدريبات العسكرية العامل على الإجراءات المشتركة للسلاح الجو وقوات وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية أعلنت خلية الأعلام الأمنية في العراق تدمير وكرا لتنظيم داعش الإرهابية في ديالي وذكرت الأعلام الأمنية بالعراق أن طائرات F-16 نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة في ديالي لاستهداف الوكرة حيث تم بعدها العثور على جثتين وبندقيتين أليتين قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العراق يعمل على عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لبحث قضايا دول الجوار جاء ذلك خلال لقاء حسين ونظره التركية كان في دان على هامش الاجتماع الوزري لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو وناقش وزير الخارجية تنسيق الاستراتيجي بين البلدين تجه القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة وجهود مكافحة الإرهاب كما تترق الجانبان إلى ملف مخيم الهول وترحيل اللاجئين والتحديات المتعلقة بهذا الملف رحب وزير الخارجية المكلفة السودانية على الصادق بالمبادرات الأفريقية الرامية لإيجاد حل للأزمة السودانية شريطة التشاور في ذلك مع السودان جاء ذلك خلال اجتماع الوزير السودانية مع وزير الخارجية الأغندية أودانكو جيجي أبو بكر على هامش الاجتماع الوزرية لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأدرية باكو وقال الوزير السودانية خلال اللقاء إن قوات الدعم السريع مستمرة في جرائمها بحق المواطنين والمرافق العامة والخاصة ومقر البعثات الدبلوماسية استقبل أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور إبراهيم الدخيري المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث وضع القطاع الزراعية في سودان وحذر أبو الغيت من خطورة تأثير النزاع القائمة على الأمن الغزائي السوداني والعربي حيث أدى الاقتتال إلى تعطل مشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع وتلف كميات كبيرة منها وارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا ودوليا كما ناقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة تهدف إلى تأمين التجارة وسلسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي هذا وتوصل توافد المصريين وسودانيين ورعاية دول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين خطر دهما يهدد كل مظاهر الحياة في السودان في ظل احتدام المعارك بين جيش السوداني وقوات دعم سريع امتد هذا الخطر ليهدد التراث الثقافي السوداني الغني بمكوناته المتنوعة وذلك بعد ثقدان العديد من القطع الأثرية والكتب القيمة جهود كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي للسودان مع احتدام المعارك في البلاد منذ إبريل الماضي بعد أن فقدت العديد من الكتب النفسية والآثار القديمة الصراع الدائر طالت نيرانه التراث الثقافي الغني للبلاد والذي يشمل مملكة كوش القديمة التي كانت تسيطر على التجارة ما بين الجنوب والشمال الإفريقي منظمة التراث من أجل استلام وهي منظمة غير حكومية تقول إنه تم استهداف ما لا يقل عن 28 موقعا ثقافيا وأثريا بأنحاء البلاد أو أنها تعرضت لأضرار جانبية منها متحف السودان القومي وسط العاصمة الخرطوم والذي يضم بعضا من أقدم وأهم الممياوات نيران الحرب أتت على ما لا يقل عن 50 من الكتب النادرة والقيمة في جامعة أم درمان الأهلية بحث بالهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية المركز الدولي لدراسة صوني وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على الطراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطع الأسرية في الوقت الحالي نبزل قصارى جهدنا في إعداد المجتمع والتأكيد على أهمية المواقع الأسرية والمتاحف للناس حتى يتمكنوا من المساهمة في الجهود لحماية المواقع والمعالم الأسرية في السودان المركز الدولي لدراسة صوني وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على الطراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطع الأسرية وهل المزيد من المتابعة معنا من أمام ميناء أبو سنبل مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم بعد التحية ضعنا في تفاصيل الصورة لديك تحياتي لك هنا من أمام مرفأ أبو سنبل للنقل النارية وفي الخلفية كما تظهر العبارة الخاصة بمجلس مدينة أبو سنبل والتي تعمل على قدم وساق وعلى مدى الساعة وعلى مدار كافة الأيام وكما ذكرنا حتى في أيام العطلات لنقل الوافدين من دولة السودان الشقيق القادمين من معبر قسطل البري تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان وبالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية استقبال الوافدين وتيسير سبل الاستقبال لهم في جمهورية مصر العربية وذلك تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في المعابر البرية كما ذكرنا في أرقين وقسطل أو بالموقف البرية في كاركر وفي هذا الشأن أشار اللواء أشرف عطية محافظة أسوان إلى أنه تم رفع كفاءة مدخل ميناء قسطل البري وتنفيذ أعمال النظافة العامة وصيانة لدورات المياه هناك وأيضا تم إجراء أعمال الصيانة بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الهلال الأحمر بهدف تهيئة الأجواء المناسبة للوافدين من السودان لسيما في ظل تقديم أوجه الدعم المختلفة اللوجستية والصحية والتموينية وغيرها لتخفيف المعاناة عنهم وسط تلاحهم بين جهات الدولة المعنية شكرا أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين من أمام ميناء أبو السمبل كنت معنا من هناك أجرى الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي زيارة إلى بلغاريا لعقد محادثات مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء بشأن قضايا تتعلق بالأمن وصرح زيلانسكي بأن زيارته إلى صوفيا ستشهد عقد محادثات بشأن الدعم الدرفاعي والتكامل الأوروبي الأطلنطي لأوكرانيا هذا إلى جانب قمة حلف شمال الأطلنطي والضمانات الأمنية وتنفيذ صيغة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا وانتقدت الرئاسة الروسية زيارة الرئيس الأوكراني إلى بلغاريا معتبرة أن زيلانسكي يحاول جرء دول أخرى إلى الأزمة بين كييف وموسكو وقال المتحدث باسم الكراملين دمتري بيسكوف أن دول عديدة غرقت بالفعل في الأزمة بشكل مباشر أو غير مباشر تعهد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي برد ملموس على هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة لفيف غرب البلاد وقال زيلانسكي أن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أصفر عن قتلى وجرحة كانت ضرب صاروخية استهدفت فجر اليوم مقاطعة لفافا في الوقت الذي كان يتمركس فيه عسكريون أوكرانيون ما أصفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة تتعدد المبادرات الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا ولكن الواقع يؤكد أن موسكو وكييف تنظران للأمور وفقا لواقع الميدان في حزب وعلى الرغم من اجتداد حدة المعارك في الشرق والجنوب الأوكراني امتدت ضربات الصاروخية نحو مدينة لفاف في الغرب الأوكراني لتتسبب في مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين إطراء إصابة مبنى سكني في المدينة وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن نتائج حاسمة للهجوم الأوكراني المضاد أكد الرئيس الأوكراني فلودامير زلينسكي أنه كان يرغب في بدء الهجوم ضد القوات الروسية في موعد مبكر عن وقت انطلاقه في يونيو الماضي وأنه حتى الحلفاء الغربيين على تسريع امداده بالأسلحة من أجل هذا الغرض غرض قابله الرئيس اليتواني جيتانيس نواسيدا بمطالبة لزعماء حلف النيتو على المزيد من الجرأة في بحث طلب أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف خلال قمة النيتو في بلاده الأسبوع المقبل مشهرا إلى إمكانية التعهد لأوكرانيا بمصار أسهل للعضوية بعد انتهاء الحرب والمزيد من تعهدات الدول بالدعم العسكرية وفي وقت أشارت فيه وسائل إعلام أمريكية إلى احتمال إمداد واشنطن لكييف بقنابل عنقودية وهي قنابل محرمة دوليا قالت منظمات حقوقية إن القوات الروسية والأوكرانية تستخدم ذخائر عنقودية ونشدت الولايات المتحدة عدم توريدها إلى أوكرانيا قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس تولتنبرغ إن الهجوم المضاد الأوكراني يواجه مشكلات خطيرة وأوضح الأمين العام للنيتو أن تعزيز القوات الروسية أثر على وطيرة تقدم القوات الأوكرانية مشيرا إلى أن الأوكرانيين يواجهون تدريسا صعبا مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوط الدفاعية المعدة مسبقا التي أعتبرها عاملا مؤثرا على وطيرة التقدم قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها سترد بقوة كبيرة على أي هجوم أوكراني على محطة زابوريجيا للتاقة النووية يأتي هذا في ظل التهام روسيا وأوكرانيا بعضهم البعض بالتخطيط لمهاجمة أكبر محطة نووية في أوروبا والتي تقع في منطقة زابوريجيا بالقرب من خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا أعلنت لجنة تحقيق روسيا في إقليم دونسايكا استخراج أكثر من مائة جثة في مناطق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وأوضحت لجنة أن جميع الجثة التي تم العثور عليها ستقضع لفحص الحمض النووية على أن يتم تغزين النتائج في قاعدة بيانات واحدة لفتة إلى قيام المحققين بدراسة المعلومات التي تم جمعها أثناء أعمال التحقيق في أراضي المناطق الجديدة لتحديد ملابسات وفاة هؤلاء الأشخاص قال الرئيس البلد الروسي أليكزاندر لوكاشينكو أن مؤسس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين لا يزال في مدينة سان بوترسبورغ الروسية وأضاف لوكاشينكو أن مقاتلي فاغنر ما زالوا في قواعدهم الدائمة وأنه لا مخاطر على بلده من استضافة مجموعة فاغنر ولفت إلى بحث إمكانية عقد القائم بين الرئيس الروسي بلعدمير بوتين ومؤسس فاغنر كما دعا روسيا وأوكرانيا إلى بدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة مؤكدا عدم اعتزام استخدام الأسلحة النووية إلا في حال تعرض بلاروسيا لاعتداء من الناتو أعلنت توزارة الخارجية الروسية طرد تسعة دبلوماسيين من فنلندا ردا على خطوة مماثلة وأضافت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الفنندي للإحتجاج على ما وصفته بموقف هيلاناسك المناهد لروسيا وكانت فنلندا قد أعلنت شهر الماضي طرد تسعة دبلوماسيين روس متهمة إياهم بالعمل في مهام للمخابرات أعلن القائم بأعمال حاكم خرسون فلاديميري سالدو أن جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية بحلول نهاية الصيف الجاري وقال المسؤول الروسي أن هذه العملية تسير بشكل نشط وأن كل الأليات تمت تجربتها بشكل جيد مشيرا إلى أن أكثر من 120 ألف شخص من أصل 200 ألف شخص مقيم في منطقة خرسون قد حصلوا على الجنسية الروسية اشتركوا في القناة تصل وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن اليوم إلى بكين في زيارة تستمر حتى الأحد تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين هذا في ظل تصاعد وطيرة التوتر في الأودة الأخيرة تحاول واشنطن وبيكين تعزيز تفادي سوء الفهم المتبادل وتوسيع التعاون حول المواضيع المرتبطة بالاقتصاد العالمي وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن في الصين زيارة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين وتهدئة العلاقات في ظل التوتر المتزايد بين القوتين التجاريتين الكبريين زيارة المسؤولة الأمريكية لبيكين تستمر حتى الأحد المقبل وهي الأولى ليل إلى الصين منذ تعيينها في منصبها وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنترو بلينكين زيارة كانت قد تأجلت مع عودة التوتر بين البلدين مطلع العام الجاري بعدما رصدت الولايات المتحدة منطد مراقبة صينية فوق أراضيها وأسقطته وستسعى ييلن خلال زيارتها لتعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل وتوسيع التعاون حول مواضيع مرتبطة بالاقتصاد العالمي وأزمة الديون في الدول الناشئة والنمية وتقوم ييلن بزيارتها على خلفية انتعاش اقتصادي صعب من الجانب الصيني وزيادة في معدلات الفائدة من الجانب الأمريكي مدة زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين وبقاء هناك أربعة أيام تبعثوا برسائل على أهمية هذه الزيارة في ضوء المواضيع الخلافية الكثيرة بين الجانبين ومساعي إرساء قواعد للتعاون بين البلدين في السنوات المقبلة هذا ويتوقع المراقبون أن تكون مسائل القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية وتدابير المنافسة التي تهيمن حالياً على الأجنت السياسية في صلب محادثات الوزير ييلن مع نظرائها الصينيين وتأكيداً على التحديات التي تواجه ييلن أشارت صحيفة الستريت إلى عزم الإدارة الأمريكية النظر في الحد من إمكانية وصول الشركات الصينية إلى الخدمة السحابية التي توفرها شركات أمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وردت الصين على القيود الأمريكية بفرد صقف لصادرات لمعدنين نادرين ضرورين لصنع أشباه المواصلات مما يوحي بأن تحسين العلاقات الصينية قد يتطلب وقتاً لكن ييلن قد تكون الأفضل موقعاً لمد جسور التواصل مع الصين فيما يتعلق بالتحديات العالمية المشتركة وبالرغم من هذه الجهود لا تزال المواضيع الخلافية بين البلدين قائمة حول المسائل الاقتصادية وازدادت حدة مع احتمال فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً على الاستثمارات الأمريكية في الصين فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحساسة مما يهدد بتزديد ضربة إلى الاستثمارات في الصين توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك هيثم الغيس ارتفاع الحصة السوقية للمنظمة إلى 40% بين عامي 2040 و2045 وأضاف أمين عام أوبيك أن توقعاته ستتحقق بعد انخفاض الانتاج من دول خارج منظومة أوبيك بلوس أو خارج أوبيك مشيراً إلى توقع المنظمة انخفاض انتاج الولايات المتحدة ودولاً أخرى بحلول عام 2030 قال رئيس قيمة كوبا 28 للمناخ سلطان أحمد الجابر أن قطاع النفط والغاز يحتاج إلى تحقيق صاف الانبعاثات الصفري بحلول 2050 أو قبله وأن الالتزام للوصول إلى الانبعاثات قريبة من الصفر من الميثان بحلول 2030 يحتاج إلى تسريع الوتيرة وخلال مؤتمرنا الدولي لمنظمة أوبيك حفى رئيس قمة كوبا 28 للمناخ شركات النفط الكبرى على زيادة الجهود نحو تبني الطاقة النظيفة داعياً إلى قمة شاملة تضم جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك قطاع الوقود الأحفورية قال البنك الأفريقية للتنمية أنه سيتم تقديم قروض بقيمة 164.25 مليون يورو إلى حكومة بنين في مسعى للإسهام في بناء قدرات البلاد على التكيف مع تغيرات المناخ وعواقبه وأشار البنك الأفريقية للتنمية في بياناً أن التمويل يستهدف تطهير المجار المائية في خدم تعرض بنين لتزايد تقلب المناخ إذ ارتفع عدد البلديات المعرضة لخطر كبير الفياطنات من 22 بلدية إلى 35 بلدية العام الماضي ما يعكس مدى انتشار ظاهرة ومعدل انتشارها السريع كشف معهد ستاك هولم الأبحاث السلام الدولي أن استمرار الحرب في أوكرانيا يشكل استنزافاً اقتصادياً مرهقاً لروسيا وذلك بالنظر لطول أمد الحرب وارتفاع فواتير تمويلها في ظل العقوبة الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا وأوضح المعهد أن ملامح ذلك ظهر في الموازنة العامة الروسية لعام 2023 والتي استضمت بمتغيرين أساسيين وهما ترغى أسعار النفط الروسي وكذلك العملة الروسية شكلت الأزمة الأوكرانية سنزافاً اقتصادياً مرهقاً لروسيا حسب دراسة لمعهد السكهولم إلى أبحاث السلام الدولي والتي أشرت إلى أن الموازنة العامة الروسية للعام الحالي استضمت بمتغيرين أساسيين وهما ترغع أسعار النفط الروسي وكذلك العملة الروسية بنيت موازنة روسيا للعام الحالي 2023 على أساس تقديري لسعر برميل نفط الأورال وهو 71 دولار أمريكي إلا أن متوسط سعر برميل نفط الأورال لم يتعد 48.92% دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 88.95 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي 2022 لفتت الدراسة إلى أن موازنة روسيا للعام 2023 بنيت على أساس لسعر صرف وهو 68.3 روبل للدولار الواحد إلا أن ما حدث على أرض الواقع أن الدولار الأمريكي بيع بنهاية الثلث الأول من العام الجاري لقاء 80 روبل وقد واصل الروبل تراجعه أمام الدولار الأمريكي إلى أن سجل في منتصف يونيو الماضي 85 روبل للدولار الأمريكي الواحد ويرى خبراء معهد ستوكولم أن الإنفاق الدفاعي لروسيا خلال العام 2023 مرشح للتصاعد وأخذا في الاعتبار تطورات المشهد العسكرية في أوكرانيا مشيرين إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية لموازنة عام 2023 قد سجلت اعتمادات الإنفاق الدفاعي لروسيا نسبة 23% وهي النسبة التي كانت لا تتعدى 21% من الموازنة العامة الروسية في العام 2022 تتوقع تقديرات الموازنة الروسية للعام الجاري بلوغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 133.3 تريليون روبل ومستوى تضخم لا يتعدى 4% فيما قدرت الموازنة حجم الإنفاق العسكري المتوقع لتمويل استمرار العمليات العسكرية بنسبة لا تتعدى 2.5% من حجم الناتج المحلي الكلي الروسي والذي من المتوقع بلوغ قيمة العجز فيه 2925 مليار روبل وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الروسي قدم حزب تنمية والعدالة التركية مشروع قانونا إلى البرلمان يقترح رفع الضرائب على الشركات من أجل تمويل تعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل القوية التي ضربت البلاد في شهر فبراير ويتضمن مشروع القانون رفع الضريب على الشركات إلى 25% من 20% حاليا ورفع الضريب على البنوك والمؤسسات المالية إلى 30% من 25% حاليا وأصفرت الزلازل التي هزت جنوب تركيا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين وبحسب تقدرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة فإن إعادة الإعمار قد تكلف الولاد أكثر من 100 مليار دولار ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم بعد صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي والذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحدي في يونيو الذي صدر قبل ساعات أن الغالبية العظمى من صناع السياسة يتوقعون مزيدا من التجديد في السياسة النقدية الأمريكية حتى بعد اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ضرورة العمل على معرفة الأسباب الجدرية المرتبطة بأعمال العنف والشغب التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وخلال زيارته لبلدة بو في جنوب غرب البلاد قال ماكرون أن فرنسا عيشت لحظات مهمة في تاريخها في إشارة إلى هذا العنف الذي اندلع إثر مقتل فتى برصاص شرطي في نقطة تفتيش مروري ما أكبر الحكومة الفرنسية على نشر تعزيزات أمنية كبيرة في مختلف المدن الفرنسية الكبرى أعلنت توزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 20 شخصا الليلة الماضية في أطار أعمال الشغب الناجم عن مقتل شاب برصاص ضبط شرطة وقالت الوزارة في تقرير عن الحصيلة المؤقتة أنه تم تسجيل 55 حريقا ومحاولة إشعال حرائق في المركبات ومبنى واحد مضيفة أن شرطيا واحدا أصيب بجروح الليلة الماضية كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامين قد أكد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي أن العدد الإجمالي للذين تم القبض عليهم بلغ 3500 أشخاص قالت وزارة الدفاع الفرنسية أن سلاح البحرية فتح تحقيقا فيما زاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشات البحرية في قمع مثير الشغب في مدينة لوريان الغربية والتي تضم قاعدة عسكرية كبيرة وكانت صحيفة لو تليجرام المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من مجموعات مناهدي الشغب وهم يقومون بصد مرتكب أعمال الشغب وضربهم في مدينة لوريان وألقت السلطات الفرنسية القبضة على أكثر من 3500 شخص خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال شغب تشهدها مدن فرنسا منذ عام 2005 واندلعت شرارة للطرابات بعد قتل شرطي لشاب فرنسي من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري أعلن الإدعاء الألمانية القبضة على خلية إرهابية مقوانة من سبعة أشخاص في ولاية شمال الراين فيستفاليا وأوضح الإدعاء الألمانية أن أفراد الخلية الإرهابية تم القبض عليهم بتهمة تأسيس موقع إلكتروني يدعم الإرهاب في البلاد لفتاني لأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات ذات تأثير على الرأي العام الألماني قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل عضوية السويد في حلف شمال الأطلنطي النيتو وفي لقاء مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسن في واشنطن أكد بايدن أن السويد ستدعل التحالف أقوى ولديها نفس القيم النيتو معربا عن تطلعه لحصولها للعضوية من جانبي قال الرئيس الوزراء السويدية أن بلاده والولايات المتحدة تتشاركان في العديد من الأولويات منذ فترة طويلة وهذا ينطبق على كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية شددت الولايات المتحدة على أهمية وحدة حلف شمال الأطلنطي في مثل هذا الوقت الحرق وحثت واشنطن أنقرة على دعم من ضمام السويد إلى الحلف الآن جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلانكين ونظيره التركي هاكان فيدان لاستعراض أجندة قمة النات القادمة وأكد بلانكين بحسب البيان أن الولايات المتحدة وتركيا تتمتعان بعلاقات دفاعية ثنائية طويلة الأمد وعميقة كما ناقش وزير الخارجي الأمريكي خلال مكالمته الهاتفية أهمية توسيع مبادرة حبوب البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزمها تجديد القيود على المعلومات الشديدة السرية وأضاف البنتاجون أن المراجعة التي استمرت 45 يوما على خلفية أزمة تسريب المعلومات السرية لم ترصد وجود أي أعطال فنية تحولت أزمة سرية المعلومات إلى كابوس يواجه الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب حالس تسريب المزعوم أدى إلى إلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل الماضي وتوجيه اتهم له في وقت لاحق بنشر وسائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراصل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت اعتزمها تجديد القيود على المعلومات الشديدة السرية خاصة وأن المراجعة التي استمرت 45 يوما لم ترصد وجود عطل فني معين لكن البنتاجون قال إن السياسات ومنها المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية في المجالات الحساسة مبهمة وأدت إلى حدوث تفاوت في تطبيقها وقال البنتاجون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين رقباء على المعلومات السرية للغاية وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخططا لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية ويعتقد بأن تسريب الوسائق التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاختراق الأمني الأخطر منذ نشر أكثر من 700 ألف وصيقة ومقطع مصور ومراسلات دبلوماسية على موقع ويكليكس الإلكترونية في عام 2010 وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى وضع حد لمحاولات الاختراق الأمني التي قد تتعرض لها في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يهدد الحفاظ على سرية المعلومات مما يعد تهديدا للأمن القومي الأمريكي قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلنطي نايتو أن كوسوفو والسربيا لم تتخذ خطوات لتهديئة التوترات المتعلقة بالسرب في شمال كوسوفو ما يعرض أمن وسلامة جميع الناس في كوسوفو وأفراد نايتو للخطر وأوضح مساعد الأمين العام للعمليات في النايتو توماس جوفوس أنه لم يحدث أي تقدم نحو خفض التصعيد كانت أعمال عنف قد اندلعت في شمال كوسوفو بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم ما أدى إلى اشتباكات وإصابة جنود حفظ السلام والمحتجين الصرب بجروح أدانت الولايات المتحدة موقف حكومة كوسوفو من الاضطربات التي تشهدها بعد وقوع اشتباكات وإصابة عدد من جنود حفظ السلام واعتبر وزير الخارجية أنتوني بلانكن أن حكومة أبريشتين لم تتخذ موقفا يحد من هذا التصعيد هذا ويشهد شمال كوسوفو توترات بعد تولي رؤساء بلديات من أصل ألباني مهام منصبهم في تغير يبدو غريبا بالموقف السياسي الأمريكي تجاه صربيا أعربت واشنطن عن رفضها تحركات حكومة كوسوفو إزاء الاضطربات على أرضها واشنطن انتقدت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلانكن موقف بريشتين واعتبرته مؤججا للأوضاع الملتهبة بالفعل كما أشار إلى أنها لم تتخذ أي تحرك من شأنه أن يحد من التوتر بداية الأزمة في شمال كوسوفو تعود إلى أشهر بعد مقاطعة انتخابات شهدت تولي رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم في خطوة دعمها رئيس الوزراء البنكورتي وأدت إلى تأجوج الوضع مؤخرا وخروج مظاهرات أدت لأقوع اشتباكات وإصابة جنود حفظ السلام والمحتجين الصرب بدوره ألقى المبعوث الأمريكي إلى صربيا كريستوفر هيل اللوم على رئيس وزراء كوسوفو معتبرا أن الولايات المتحدة لديها مشكلة مع شخصه على حد تعبيره الموقف الأوروبي لم يختلف كثيرا عن واشنطن فالاتحاد الأوروبي أكد أنه لن يرفع العقوبة السياسية والاقتصادية عن كوسوفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية وذلك بعد أن فرضت دول التكتل إجراءات عقابية على كوسوفو بعد إخفاق حكومة رئيس الوزراء في تلبية مطالب التكتل والولايات المتحدة بنزع فتيل أزمة في شمال البلاد شهدت أسوأ اشتباكات منذ ما يزيد على عشر سنوات استضافت للصين فرقاتتين روسيتين أبحاراتا في وقت سابق عبر تايوان واليابن وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الفرقاتتين جرامكي وسوفريشيني رست في ميناء جنغهاي يوم الأربعة الفرقاتتان من أسطول المحيط الهادئ الروسي المتمركز في فلادي فوستوك قال التقرير أنه خلال الزيارة التي تستغرق سبعة أيام ستجري السفينتان تدريبات مع البحرية الصينية في جنغهاي تشمل تدريبات على تشكيلات حركة والتصالات وعمليات إنقاذ بحري مرت السفينتان في مياه قرب تايوان في أواخر يونيو الماضي ثم أبحارت في وقت لاحق قرب جزر أوكيناوا اليابانية والتي تضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة خلال الشهر الجاري أمرت الحكومة الصينية أصحاب العمل في بيكين بوقف العمل في الهواء الطلق بعد أن كان من المتوقع أن تصل حرارة الصيف الحارقة في العاصمة الصينية إلى أربعين درجة مئوية وصدرت أوامر للإدارات الحكومية بضمان بقاء كبار السن والمرضى في جو بارد بعد أن أصدرت المدينة إنذارا أحمر وهو أعلى مستوى لنظام تحذير لدرجات الحرارة القصوى أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في إقليم موكيجوا بسبب إطلاق بركان أوبيناس الرماد مع عشرات الانفجارات المسجلة خلال اليومين الماضيين وأعلن ألبيرتو أوتاراولا رئيس وزراء بيرو حالة الطوارئ بسبب طوران البركان الذي قد يؤثر على السكان القريبين الذي يبلغ عددهم نحو ألفين شخص غطى الرماد منازل وشوارع في قرى مجاورة لبركان أوبيناس أحد سبعة بركين في جنوب بيرو يقع داخل منطقة بركانية تمتد من جنوب بيرو إلى شمال تشيني شديد الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التفكير بأبرز العنوين مدبولي يبحث مع مسؤول المراعي السعودية فرص زيادة استثمارات الشركة بالسوق المصرية قصف إسرائيلي يستهدف مواقع جنوبي لبنان والتصالات الأمم المتحدة لمنع التصعيد وإعادة الهدوء زيلانسكي يصل بلغاريا والكريم لن يعتبر زيارة محاولة لجري دول أخرى إلى الصراع بين موسكو وكييف وصلنا مع حضرتكم لختام نشرة الثالثة شكرا لكم إلى اللقاء شكرا لكم